بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذبه بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم أهلتنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنجل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يدوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاد أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هلالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون بالأوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ثواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيب إنه أواب إنا سخطرنا الجبال معه نسبحن بالعشي والإشراق والطير مشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمى لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى ثواء السراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى لعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فسناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الكساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعماق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا تضرب به ولا تحلك إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإشحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالطة ذكر الدار وإنه من